صعدت الميليشيا الحوثية من انتهاكتها ضد المنظمات الإنسانية العاملة في مناطق سيطرتها حيث اقتحمت مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأم المتحدة بصنعاء ونهبت محتوياته الاتحاد الأوروبي دانا في بيان له إقدام ميليشيا الحوثي على نهب المكتب واحتجاز موظفين وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية يمثل اقتحام الحوثي لمكتب المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء تصعيدا آخر عقب موجة الاعتقالات التي شنتها الجماعة الموظفية الأم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية والبعثات الدبلوماسية في اليمن منذ أكثر من شهرين وأكد الاتحاد الأوروبي على أهمية تواجد مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان على أرض اليمن لمراقبة حقوق الإنسان ورفع التقارير بشأنها وهو ما تخشاه الجماعة الإرهابية وذلك بعد تصعيدها المستمر في انتهاك حقوق الإنسان بشكل كبير والتي تنوعت بين الاعتقال والخطف والابتزاز والضرب وغير ذلك مستغلة غياب المنظمات الإنسانية والقانون الدولي التي تلزمها للكف عن ممارسات تلك الانتهاكات البشعة وأعلنت الأول المتحدة أن ميليشيا الحوثي أقتحمت واستولت بالقوة على مكتب حقوق الإنسان التابعة لها في صنعات وقت سابق مطالبة بمغادرة المبنى ويعادة جميع الأصول وأكدة أن الاقتحام والنهب يتعرض بشكل كامل مع اتفاقية امتيازات وحصانة الأول المتحدة كما أن ذلك يشكل اعتداء خطيرا على قدرة الأول المتحدة على ممارسة ولايتها